اشتركوا في القناة المعرض قد اكد ان مشاركة المملكة تهدف الى استعادة حصتها في سوق السياحة العالمي معرض سوق السفر العربي 2021 الذي انطلق بامارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة اقيم هذا العام تحت شعار بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة ويضم مجموعة واسعة من المشاركين من كافة الدول وتشارك مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة طيران الخليج النقل الوطني في هذا المعرض حيث يمتد الجناح البحريني على مساحة اكثر من 400 متر مربع جرى تصميمه بطريقة تعكس جاذبية البحرين السياحية كأول مشاركة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض خارجي منذ تفشي جاحة كورونا هذا بالنسبة لنا يعطينا دافع كبير لإعادة صناعة السياحة في تجمع عالمي يكون في تبادل الأفكار لترويج السياحة يكون فيه التقاء بين العاملين في هذا القطاع سواء من منشآت أو وكلاء سفر أو سياحة ويكون فيه فرصة لنبتدي ترويج مملكة البحرين وجها لوجه منذ بداية الجائحة وتعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض من خلال المشاركة في سوق السفر العربي على تأكيد حضور مملكة البحرين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في دول الخليج العربي والعالم والترويج لحزمة المبادرات والمشروعات المتنوعة التي أعدتها هيئة السياحة لتنشيط القطاع السياحي في البحرين وخصوصا مع التعافي الاقتصادي وعودة حركة السفر العالمية في ظل جائحة كورونا باعتبار أن البحرين من أوائل الدول التي وفرت التطعيم بشكل مجاني والذي كان له الأثر الإيجابي على حرية التنقل والسفر يذكر أنه قد جرى اعتماد ممر سفر آمن بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي إضافة إلى بدء استقبال السياح والزوار الأشقاء من المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر